الدولرة هي اعتماد عملة أجنبية ببلد معين مثل اعتماد الدولار بلبنان بالتعاملات كانوا بالودائع المصرفية أو بالعقود ما بين الأطراف المتعاملة بالتسعير أو حتى بغيرة من التعاملات اللي بتصير بالبلد ولبنان نحن معتمدين الدولرة الجزئية من فترة طويلة وقت تمتد اعتماد هالعملة الأجنبية للمعاملات الرسمية تبع الدولة وتحل محل العملة الوطنية بشكل كامل بنكون فتنة بشيء اسمه دولرة شاملة بس السؤال هل الدولرة بتساعد على حل مشاكل اقتصادية والمالية والنقدية بالبلد أو بتفاقمها